السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشتبعي ام ادم سعيد مرحبا بكم اليومي ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة عمل لكابكيك يعني بعد طلب والاخت عائشة مشتبعة ديالي من يعني في الصفحة على الفيسبوك او اليوتيوب نتمنى ان هذه الوصفة اتنا الاعجاب ديالها ان شاء الله وكان نقول لها عيد ميلاد سعيد الولد ديالها قبل 100 عام يا ربي امين ونمرو كما العادة نتعرفو المقادير ديالها كابكيك بجوز الهند او لا بنكهة الكوك بالنسبة المقادير كما هنا فغير مكلفة يعني ساهلين يعني اي تقريبا متواجدين في اي منزل غادي نحتاجو الكأس الزيت غادي نحتاجو كاس معامش ديال السكر غلاسي او السكر سانيدا اللي بغيتو غادي نحتاجو جوجبيضات واحد ياغورت طبيعي او لا زبادي وغادي نحتاجو الثلاثة الصاشية ديال كاكاو خمالة واحدة وفاني و جوج كيسان ديال الطاحين هنا بالنسبة الياغورت اللي بعد الاخوات العرب ما تعرفوش اشنا هو الياغورت الياغورت طبيعي هو الزبادي بدون سكر هذا هو الياغورت طبيعي الفاني هي الفانيلا اي كيس فانيلا يعني في مصطلحات قريبة جدا من اللغة العربية هنا غادي نضيف الباتور ديالي غادي نخدم الطراب غادي نوضع فيه البيضات اللي بغي يضاعف الكيمياء يضاعفهم هنا تقريبا كيخرجوا ليه ستا ديالي كابكيك هاد المقاعدير تيخرجوا ستا غادي نضيف هنا يا من بعد مدرة البيض كندير السكر و كنضيف الفاني غادي نقوم بتطراب ديالهم غادي نستعملوا الطراب كما قلت لكم هاد الوصفة كتبوا غايت تطراب تقدروا تطراب يداوي اللي ما عنداش طراب يعني تقدر تستعمل طراب يداوي المهم انها تطراب لك السكار يضب مزيان مع البيض هنا كما كتشوفوا من بعد ما يعني تخلطوا لي المكونات اهم حاجة ان السكار يضب مزيان ما يبقاش يعني محجر من بعد غادي نضيف كأس ديال الزيت الزيت ممكن لكم تعوضوه بالحليب غادي نضيف كأس ديال الزيت الزيت ممكن لكم تعوضوه ايضا بالحليب غادي جي فيها ايضا جميل هنا غادي نضيف كأس ديال ياغور الطبيعي او الزبادي بدون سكر ومن بعد غادي نضيف الدقيق كما شتو جوش كيسان ديال الزيت غادي نعبروه الدقيق بنفس الكاس اللي عبرنا فيه الزيت جوش كيسان عامرين كما كتشوفوا فاوضع جوش كيسان وغادي نضيف المكونات ديالي دائما حتى كيتخلطوا لي وتتعقاد لي ديك العجينة ديالي هنا غادي نضيف ايضا الكاكاو ثلاثة الاكياس ديال بودرة الكاكاو مايو عادي لعشرين جرام نستعملو احنا يا اللي عندها ديال العبارة تستعمل عشرين جرام او ملعقة كبيرة ايضا وغادي نضيف خميرة الحلوى وهنا غادي نخلي كل شي تخلط حتى كنت سجم لي العناصر ورجعي ان شاء الله نكملو التاتيمة ايضا هنا يقف العجينة ديالي يعني كملات يعني تخلطات ليه مزيان وعقدات ليه كما غادي نتشوفو فخاصها تجيكم بحال هات الشكل هادا تجيكم عاقدة ما تكونش يعني جارية بزاف غادي نحتفضو بها ونضوزو باش نصيبو الحشوى اللي هي عبارة على الكوك او لجوز الهند غادي نديرو معا الحليب المركز المحلة أو العسل يعني انا انا grass لما عندوش حليب المركز المحلة استعمل العسل لي معندوش العسل ولعندو الحليب المركز المحل يستعملو انا كمستدعموغ غالب العسل لك مبقاش عندي هنا يلي هدا احسن شي انكم تديروا العسل ملعقة كبيرة دي العسل اللي بغى تضيف عندها هاد الحليب هدا في الضار و بغى تديرو اختياري فهي تديرو ماشي مشكل غادي نستعمل الكيمية الكافية باش غايتجمع لي هاد الكوك هدا هدا هنه اضفت شوية غادي نجمعو مزيان حتى يتجمع لي باش غادي نشكل منو قويرات انا كما تشوفو من بعد ما تجمع انا كنبغي يعني نخليه شوية ناشف اللي بغى تيجي معجن تزيد ما زال ديد لي العسل او للحليب انا يعني كما قلت لكم كنبغى نخليه ناشف غادي نعمل كويرات بهاد الشكل هادا يعني انا بغى تلي كاب كيك مليه طيبولي يجي فيهم دك الكوك يجي فيهم يعني بودرة يجي فيهم ناشف ويعني مفرتت ما ما يكونش لي معجن اللي بغى تيجي معجن كما قلت لكم تضيف كمية من العسل ولا تضيف كمية دي الحليب على حسبية شنو استعملت كنعملو كويرات بهد الشكل هادا كما كتشوفو ومن بعد هنا هي غادي نبدو بتحضير الكاب كيك ديالنا كما كتشوفو غادي نحتاج لهاد الغرفات هادو والكويرات ديال الكاب كيك اللي متواجدين في السوق يعني بألوان مختلفة وبأشكال ايضا مختلفة ومتعددة غادي نستعملونا الكمية اللازمة انا غادي نحطهم حتى غادي نشوف شحال غا تخرج لهاد الكمية غا اعتقد انه غا تخرج ستة يعني هاد الشي اللي موال فا تخرج لهادائما فغادي نحطهم ونبدأ الان بوضع العقدة ديالي العجينة ديالي في هاد الغرفات هادو غادي نستعمل ملعقة غادي نوضع ملعقة كبيرة يعني هنا غادي نضيف مازال شوية تقريبا نصف ملعقة باش كا تجيني ديك ملعقة كبيرة تقريبا نخصر ربع ديال هاد الكويرتات هادو يكون عامر من بعد هنا غادي ناخد هاد الكورة هادو ديال جوز الهند اولا ديال الكوك وغادي نوضعها هنا في الوسط غادي ندفعها شوية بصبعي ومن بعد غادي نضيف عليها ملعقة كبيرة ايضا وملعقة ونصف ديال العجين ديالي وهاد طريقة هادي يعني غادي نستمر حتى كنكمل هاد الكابك ديالي كاملين يعني الطريقة سهلة كما كتشوفوا المكونات ايضا سهلين وغادي نستمر حتى كنكملوا الكويرتات ديالنا كما كتشوفوا معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف ندخل فرن ساخن درجة لحامة 180 دقائق ونخرج فرن سوف ندخل فرن نهائي كما ترون من بعد ما طابوا فقدرت لهم شوية ديال الشوكولات نوتيلا من الفوق وزينتهم بالكوكا ومهرمش هكا ان شاء الله في الوصفات المقبلة سوف نحط لكم الكبكاك بتزيين ديالهم تزيين عيد ميلاد والمناسبات أيضا كما تشوفوا سوف نحاول نوريكم واحدة كتجي جميلة كثير سوف ندخل فرشيشة كما تشوفوا معايا ودك الكوك في الوسط يجي بها تشكل هذا يجي رائع وبنيل نتمنى ان الوصفة ديال اليوم اشتركوا في القناة ونسوش تدير الجامل الفيديو ونسوش ايضا تبارتعجيو الفيديو باش تلقناة توصل ل اكبر عدد من المشاهدين المشتبعين او فيها بحالكم اشتركوا في القناة سلام عليكم الى وصفة مقبلة ان شاء الله بسلام عليكم